لو انت اتخنقت مع حد. وانت كنت مظلوم وعملت محضر في اسم الشرطة. جي الشخص الثاني الظالم عمل محضر تاني برض اسم الشرطة. اتنافسك انت وهو هتتحبسه في اسم الشرطة عشان تتعرضه تاني يوم في النيابة. الله. وانت بني ناس وغلبان ومظلوم. تعمل ايه? فانت اتنزلت عمل محضر وكما اتنزل وتصالحته. ولكن بعد ما اتصالحته بعدها بكم يوم اتخنقت تاني. وعملت محضر تاني. هاي المحضر الاولاني ده ينفع تلغي التنزل فيه? او ينفع تعمل بيه اي حاجة اه احتمتين تشوفه. تعالي نشوفه. السلام عليكم وعمليني. يا رب تكونوا في افضل الصحة. النهاردة اتنين ادخلوا. واحد فيهم ظالم. واحد اكيد مظلوم. المظلوم دي يا سيدي راح بصره هكلم النجدة وعمل محضر وهو واحد. طب كمان. تمام حل اوي. الظالم طبعا ظالم. متعمد على الاسم. عمل المحضر التاني. نفس الوقت. قال لك المحضر. خد المحضر. او مال ايه? وهتحبس الوحدة ايه? طب كمان. لأ المظلوم نفسه انه هو هيتحبس مع الظالم في نفس الاسم. ودي ايه لك ده عندها دعا. وهو اصلا وجل محترق وهو ابن نائس. فاك يا عم هتنزل احسن. واتصالح. طيب. نازل. واتصالح. بعد كده ايه اللي حصلت? بعد كده يا فندم. بعد ايام برضو الظالم ده برضو ما تلمش وعمل مشاكل. ايه الحل? راح المظلوم عمل محضر فين? على موقع النيابة العامة. او عمل محضر في اثنين الشرطة. تمام? هنا الظالم ما كانتش معها اصلا. طيب. فالوجل المظلوم ده عايز يستفاد بالمحضر القديم. او عايز يحركه او يعيد في التحقيق تاني. هل ينفع? بص يا سيدي. انت خلاص اتنازلت او صالحت في المحضر ما ينفعش تحركه تاني. ولا ينفع تستفيد بيه كسبقة. ان الشخص ده مداومة. عنده مداومة ان هو يقزيني او يجتمني او يدرمي. اذا بتعمل ايه? بتعمل المحضر بتاعك عايز خالص. وطبعا مع وجود زميل محامي. بتعمل المحضر سويا على المقل اللي يعمل عامة او في اسم الشرطة. بعد ما تعمل المحضر. خلاص وتكتف فيه تواصيل واقعة. ايه اللي بيحصل? هتجيب سيرة المحضر الاولاني وتجيب نسخة من المحضر الاولاني. وطبعا بعد نجيب النسخة من المحضر الاولاني تحطه في المحضر الجديد اللي انت حطه. ممكن في المحضر الاولاني انت مثلا اتصار بحض شوية ما كانتش معك زميل محامي. فعملت المحضر اللي انت سريع فيه كحات معنا انت ما حصهاش. المحضر التاني تعملو كل هدوء ومعاك زميل محامي. متخصص في القضايا زي دي. ساعدتك. تمام? يمن المحضر. ويتبع المحضر. عشان المحضر ينزل الجلسة. المحضر. قبل اصلا منزل الجلسة. هم بيبعثوا يجيبوا اقوال مين? اقوال الشاكي. فين? اه الشاكي. والمشك في حقه اللي هو الظالم. جيبوا الظالم لفين دي النهيجة. تمام? بياخدوا اقواله. في الغالب الظالم ده مش بيجي. لو عارف اصلا ممكن يبعث محامي ينهيها. ولو معرفش او حتى عارف ممكن مبعاتش حاجة. المحضر هتبعوا عادي خالص وان شاء الله ينزل الجلسة وبعد الجلسة تاخد حكم. وبعد الحكم يبقى ايه? التنفيذ. تحوار تاني. تمام? لو انتم عايزين ازاي طرق التنفيذ? وازاي برضو? لو الاسم ما نفسش الحكم. تعمل ايه? تبووا لي في كومنت. واعمل لكم فيديو على التنفيذ. يلا. السلام عليكم. واقعوا. تنسوا. تدعو لاخواتنا في غزة. وتدعموهم. بكل انوعي الدعم. السلام عليكم. اشتركوا في القناة